اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام يقول الله عز وجل واصفا حال الذين شردوا عن الله حال الذين انشغلوا بالدنيا حال الذين ألهتهم الحياة الدنيا عن الآخرة يصف حال الذين اشتغلوا بالخسيس ونسوا النفيس لذلك قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أيها الإخوة الكرام الله عز وجل حينما قال فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا الإنسان أحيانا يتوهم أن الله إذا منحه المال الوفير منحه الصحة منحه الأهل والأولاد منحه القوة منحه الوسامة منحه الذكاء يتوهم أن هذا دليل على محبة الله له فالله عز وجل يصحح لنا فهمنا قال فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو هذه مقولته هذا وهمه هذا تفكيره هذا تصوره فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقتر عليه رزقه فيقول ربي أهانا جاء الجواب ردعا والفرق كبير بين النفي والردع النفي تسأل إنسان هل أنت جاء يقول لك لا نفع عنك نفع عنه الجوع أما حينما تتهمه بالسرقة يقول لك ما كان لي أن أسرق فالله سبحانه وتعالى أجاب إجابة ردعية فقال كلا أي أن يا عبادي ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا عطائي ابتلاء وحرماني دواء يعني الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب أعطى القوة إلى فرعون وهو لا يحبه أعطى المال إلى قارون وهو لا يحبه وأعطى القوة إلى نبي كريم سيدنا سليمان وهو يحبه وأعطى المال إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يحبه الشيء الذي يعطى لمن يحب ولمن لا يحب لا يعد مقياسا إطلاقا لا يعد مقياسا إطلاقا فلذلك أيها الإخوة فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا إذن الإنسان حينما يتجه إلى التكاثر في مرحل من مراحل حياته يبحث عن رزقه يشتري بيت يتزوج لكن بعد أن ينجح في حياته يدخل في متاهة التكاثر يريد أن يحقق أكبر ربح ليزهو به مع أن الإنسان لا يستهلك إلا الشيء المحدود المستهلكات الحقيقية كما قال النبي الكريم ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت والباقي يسمى عند العلماء كسبا تحاسب عليه حسابا دقيقا مع أنك لم تنتفع به ما الذي انتفعت به هو رزقك المستهلكات حصرا هو الرزق فيا أيها الإخوة الكرام حينما قال الله تعالى ألهاكم التكاثر هذا زلت قدمه ونسي سر وجوده وغاية وجوده ودخل في متاهات تجميع أكبر أرباح ونسي أن الغني عبادته الأولى إنفاق المال وما جعل الله الغني غنيا إلا ليكون في أعلى درجات في الدوس بماله لأن العلم قوة ولأن المال قوة ولأن المنصب قوة وأنا أقول دائما إذا كان طريق القوة في المال أو في العلم أو في المنصب وفق منهج الله فينبغي أن تكون قويا لأن فرص العمل الصالح أمامك لا تعد ولا تحصى إذا كان طريق القوة قوة المال أو قوة المنصب أو قوة العلم إذا كان الطريق إلى القوة بأنواعها السلاس سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون قويا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف فالقوة مطلوبة لأن القوية أمامه خيارات للعمل الصالح لا تعد ولا تحصى بل إن بعض العلماء يقولون هناك عبادة الهوية أنت من؟ أنت غني عبادتك الأولى إنفاق المال أنت قوي عبادتك الأولى إحقاق الحق وإنصاف المظلوم أن تعالم عبادتك الأولى تعليم العلم وأن لا تأخذك في الله لما تلائم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله والآية فيها ملمح دقيق جدا أن هذا الذي يلقي العلم على الناس لو أنه خشي غير الله فامتنع عن إلقاء الحق خوفا وتكلم بالباطل إرضاءا وتملقا ماذا بقي من دعوته؟ انتهت دعوته الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فالعالم عبادته الأولى إلقاء العلم دون أن يخشى في الله لوم تلائم والغني عبادته الأولى إنفاق ماله ليرقى به إلى رب الأرض والسماوات والقوي العبادة الأولى إحقاق الحق وإنصاف المظلوم فلذلك الهاكم التكاسر حينما ينسى الإنسان سر وجوده وغاية وجوده حينما ينسى الأمانة التي حمله الله إياها حينما ينسى التكليف الذي كلفه الله به حينما ينسى أن يعبد ربه التي هي علة وجوده ويلتهي بالتكاسر فكأن غواصا غاص في أعماق البحر وعرض حياته للخطر فجمع الأصداف ولم يجمع إلا آلئ فاشتغل عن النفيس بالخسيس وهذا معنى قول الله عز وجل الهاكم التكاسر حتى زرتم المقابر ولكن كيف ينبغي للمؤمن أن يستقيم على أمر الله قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينه لتعلم وكأن علة خلق السماوات والأرض أن نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم هناك تساؤل لماذا اختار الله من أسمائه الحسنى إسمين فقط العليم والقدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم لا بد من مثل للتوضيح تركب مركبتك والإشارة حمراء والشرط واقف أو الآلة التصرير جاهزة لماذا لا تتجاوز هذه الإشارة لأنك تعلم علم اليقين أن واضع قانون السير علمه يطولك من خلال هذا الشرطي أو من خلال هذه الآلة وأن قدرته تطولك من سقب الشهادة ثقوبا بعد حين تمنع أن تقود مركبة فلأنك تعلم علم اليقين أن واضع القانون قدرته تطولك وعلمه يطولك لا يمكن أن تعصيه وأي إنسان إذا علم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يطول علم الله الإنسان العاصي وتطول قدرة الله الإنسان العاصي يعني الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب لا يمكن أن تعصيه تماما لكن الإنسان أحيانا في حياته الدنيا يعصي واضع القانون إذا كان علم واضع القانون لا يطوله يعني إذا ما في شرطي يمكن التجاوز للحمراء بعد منتصف النيل أو إذا كان المتجاوز أقوى من واضع القانون ما دام الإنسان علم الله يطوله وقدرته تطوله لا بد من أن يستقيم على أمره فلذلك ألهاكم التكاثر المصير حتى زرتم المقابر ماذا بعد الغنى القبر ماذا بعد القوة القبر ماذا بعد الاستمتاع بكل مباهج الحياة القبر ماذا بعد الإنغناس بمغادات الحياة القبر القبر ينهي قوة القوي وينهي ضعف الضعيف ينهي غنى الغني وفقر الفقير ينهي ذكاء الذكي ومحدودية المحدود ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدمين يلغي كل شيء الموت ينهي كل شيء فلذلك لا يليق بعطاء الله أن يكون في الدنيا لأن عطاء الله عظيم عطاء الله أبدي فأي عطاء ينقطع مع انتهاء الحياة لا يسمى عطاء هذا يقول الله عن ذلك المعنى قل متاع الدنيا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل هذا الذي جمع الدرهم والدينار ونسي الواحد الديان هذا الذي جعل همه التكاسر الهاكم التكاسر التهيتم بالخسيس عن النفيس سمعت عن جوهرة في متحف توبي كابي في إسطنبول قيمتها 150 مليون دولار هي كالبيضة تماما فالإنسان حينما يغوص في البحر ليلتقط الأصداف وينسى اللآلئ فقد اشتغل بالخسيس عن النفيس الهاكم التكاسر حتى جرتم المقابر والإنسان في القبر إلى يوم القيامة إذن هو البرزخ وقد جاءت الإشارة حتى جرتم والزائر يخرج حتى جرتم المقابر الآن كلا سوف تعلمون تعلمون عند الموت تعلمون الحقيقة الصارقة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد تعلمون علم اليقين تعلمون أن الذي جاء به الأنبياء هو حق لا شك فيه كل الحقائق التي جاء بها الأنبياء تكشف عند الموت ولكن تكشف بعد فوات الأوان الآن وقد عصيت من قبل ما من إنسان على وجه الأرض والناس على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم عند الموت تكشف لهم الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان كما لو أن طالبا لم يكتب شيئا في الامتحان عاد إلى البيت فعرف إجابة السؤال ما قيمة هذه المعرفة عرفها بعد فوات الأوان فلذلك الآية الكريمة ألهاكم التكاثر حتى جرتم المقابر كلا سوف تعلمون لو أنه إنسان ينطلق بسيارة في طريق منحدر منحدر شديد الإنحدار وليس معه مكبح ولا يعلم وهذا الطريق الشديد الإنحدار ينتهي بمنعطف حاد فإذا علم هذا السائق أنه المكبح معطل يقول انتهينا يستخدم الفعل الماضي يقول متنا انتهينا لذلك لو تعلمون علم اليقين ألهاكم التكاثر حتى جرتم المقابر كلا سوف تعلمون عند الموت ثم كلا سوف تعلمون العلم الثاني يوم القيامة فالإنسان بين يوم مفقود هو الماضي ويوم مشهود هو الحاضر ويوم موعود هو الموت ويوم مورود يوم القيامة ويوم ممدود وأخطر أيامه اليوم المشهود ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لو علم الإنسان أنه مركبته مع هذا الانحدار الشديد والسرعة العالية وهذا الانحدار ينتهي بمنع الأفحاد وليس معه مكبح أيقن بالموت أيقن بحادث مروع يقضي عليه وعلى أسرته كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هذا الوقت الفراغ المديد كيف أنضيته لما لم تطلب العلم لما لم تحضر دروس العلم لما لم تفتح القرآن الكريم لما لم تسأل العلماء عن معاني هذه الآيات لما لم توقع حركتك اليومية وفق منهج الله لما لم تفكر لماذا خلقت لماذا خلقك الله في الدنيا لما غفلت عن عبادته وعن طاعته لما جعلت همك التكاسر وجمع الأموال لما استعليت على الناس بمالك لما حرمت الناس من فضلك لماذا آثرت أن يبقى المال لك وأن تغلق في النعيم من خلال هذا المال وتنسى الفقراء والمساكين ألهاكم التكاسر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أما كلا يعني أداة ردع أنا ما خلقتكم لهذا لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء كلا إياكم والتكاسر ابحثوا عن سر وجودكم وعن غاية وجودكم ولماذا أنتم في الدنيا أنتم من أجل العمل الصالح والدليل أن الإنسان حينما يوشك أن يغادر الدنيا يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا والله أيها الإخوة لو كشف الغطاء كما قال سيدنا علي رضي الله عنه يقول والله لو كشف الغطاء مزدت يقينا أي أن يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء وله مقولة رائعة قال والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي وقال هذا الإمام الجليل قوام الدين والدنيا أربعة رجال عالم مستعمل علمه عالم مستعمل علمه وجاهل لا يستنكف أن يتعلم وغني لا يبخل بماله وفقير لا يبيع آخرته بدنياه دقق الفئذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم وإذا بخذ الغني بماله باع الفقير آخرته بدنياه غيره فلذلك الآي الكريم ألهاكم التكاثر حتى زلتم المقابر كلا أنا ما خلقتكم لهذا خلقتكم لمعرفتي خلقتكم للإيمان به خلقتكم لعبادتي خلقتكم لأسعدكم في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض أرسلت بكم إلى الدنيا كي تتهيأوا للجنة كي يكون عملكم الصالح في الدنيا سبب دخول الجنة ألهاكم التكاثر حتى زلتم المقابر كلا كلا لم تخلقون لهذا لم تخلقوا لهذا كلا سوف تعلمون عند الموت ولكن بعد فوات الأوان ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة ولكن بعد فوات الأوان كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ما أنتم فيه جحيما لو يعلم الإنسان أن أخطاءه كلها سوف ترديه يكره سلوكه يكره حياته كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين يعني في عنا علم استنباطي تماما كما لو رأيت دخانا وراء جدار تستنبط بعقلك أنه لا دخان بلا نار هذا علم يقيني ولكن إذا انتقلت إلى ما وراء الجدار فرأيت النار بعينك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال بعض المفسرين قطرة الماء البارد تسأل عنها نعمة الأمن تسأل عنه نعمة الزوجة والأولاد لما لم تحمل أهلك على طاعة الله لما لم تربي أولادك نعمة المال أين أنفقته هل أنفقته على الفقراء والمساكين أم استعليت به على خلق الله عز وجل لتسألن يومئذ عن النعيم تصور تحاسب عن نعمة الأمن تحاسب عن نعمة الصحة تحاسب عن أي نعمة على الإطلاق نعمة الفراغ نعمة الفراغ لا تعدلها نعمة بإمكانك بالفراغ أن تضطب العلم بإمكانك بالفراغ أن تحرف الله أن تحضر مجالس العلم أن تقرأ القرآن أن تقرأ سيرة النبي العدنان بالفراغ تفعل كل شيء بل إن الإنسان الذي ليس عنده وقت فراغ لا يعد من بني البشر الإنسان بوقت الفراغ يؤكد ذاته فإذا كان عندك وقت فراغ هذا ينبغي أن تستهلكه فيما خلقت من أجله خلقت من أجل معرفة الله كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لهوكم شرودكم عن الله همكم الأول جمع الدرهم والدينار من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شملة ولم يؤتيه من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة أيها الإخوة مرة ثانية إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئ فلانا فقد اصطلح مع الله ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجة وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وخطعت أسباب السماء بين يديه أيها الإخوة الكرام أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السورة القصيرة سورة يمكن أن تنقلنا من حال إلى حال من مقام إلى مقام من شرود إلى وجود من معصية إلى طاعة من غفلة إلى يقظة هذه السورة من أدق السور ألهاكم التكاثر حتى جلتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته